خامساً السياقات القرآنية أزمة أرقت الشيعة وصارت من الأسباب الرئيسة لقولهم بتحريف القرآن في سورة الأحزاب من الآية الثانية والثلاثين إلى الآية الرابعة والثلاثين السياق القرآني بمفرده بغض النظر عن القرائن السابقة يشير بوضوح إلى شمول آية التطير لزوجات النبي عليه وعليهن وعلى آله الصلاة والسلام حيث وقعت بين آيات خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أليف بدأ واستمر الخطاب القرآني بنساء النبي عليه وعلى آله الصلاة وسلام يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفا وقرن في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وعطينا الله ورسوله بام استمر خطاب القرآن لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وصل إلى آية التطير بل جزء آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الريتس أهل البيت ويطهركم تطيراً جيم بعدها مباشرة تخاطب الآية نساء النبي عليه وعليهن وعلى آله الصلاة وسلام واذكرن ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً اشتركوا في القناة